يا سيدة النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا من منبئات ومسببات الطلاق وهو عدم اعتبار شريك الحياة وقلنا عشان الانسان يقدر يعتبر شريك حياته لازم يتعود ان هو يسمعه ويفهم اللي هو بيقوله وقلنا كمان لازم يتعود ان هو يقدر كلامه بينه وبينه او في وسط الناس ولازم كمان هو كل ما هو يتكلم يمتنله ان هو قال فكرة كويسة والفكرة الكويسة دي دايما يفتكرهاله لما يعمل كده انا اظن ان مشاكل كتيرة بتحصل لدينا وتراكمات كتيرة بتحصل في قلوبنا هتزول يا سادة اوعى تظن في لحظة من اللحظات ان اعتبارك لشريك حياتك هينقص من قدرك بالعكس ده عيعل منزلتك في قلب شريك حياتك ويخليه فعلا حاسس بان انت ستره وغطاه لو عايز تملك قلب شريك حياتك اعتبره وخليه دايما في مكانة في قلبك هو كمان عيخليك في مكانة في قلبه وفي حياته يا رب اجعلنا دايما من الناس اللي بيقدروا شركاء حياتهم عشان يأخذوا بايديهم ويخرجوا احسن ما فيهم اكرمنا يا رب واجعلنا من اهل اللطف ومن اهل الجمال ومن اهل الود ومن اهل الرحمة يا كريم يا ودود يا ارحم الراحمين يا ارحمة